أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي لمرض جدل القردة المنتشر حاليا بشكل كبير ومتسارع بعدد من الدول الافريقية في إطار منظومة الرصد الوبائي الدولي وذكر بلاغ للوزارة أنها قامت أيضا بتحيين المخطط الوطني للرصد والاستجابة لهذا الوباء تبعا لتطور الوضع الوبائي الدولي وكذا تطور المستوى المعرفية حول هذا المرض وتوصيات منظمة الصحة العالمية وأضف المصدر نفسه أنه تم وضعه وتفعيل مخطط وطني السباقي منذ يونيو الفين واثنين وعشرين لافتا إلى أن هذا المخطط مكن من رصد خمس حالات إلى غاية شهر مارس من هذا العام جلها كانت واردة ولم ينتج عنها حالات عدوى لدى المخالطين كما تميزت بكونها هينة من الناحية الطبية وتعافت تماما دون أي مضاعفات ترجمة نانسي قنقر